دلوقتي مثلاً واحد شاطر واحد مؤهل واحد عنده مهارات كتيرة جداً بس هو بيفتقد شوية الثقة بالنفس ورايح مثلاً على انترفيو أو رايح يقابل ناس أو رايح عنده ميتنج مهم عدم الثقة بالنفس دي ممكن تفقده حتى وظيفته ممكن تفقده حاجات كتيرة جداً فهو صاحب ايه؟ أقولك مبدئياً بدايةً زي بدأ أول حاجة أول حاجة لما أكون معرفش يبقى ايه؟ معرفش أدور واسع لما تفتيش والنبي شغل الفهلوة ده بتاع خش من الناحية دي ويمينه في شماله وبتاع حتلاقي نفسك وترجعك فتاع لا بلاش والنبي بلاشتك دعي بيعمل ايه؟ أولاً في حاجات في البادي لانجوج كده لازم يعملها واف ضهره مفروض بيمنتين الاي كونتاكت بص في عينك مش بص في عينك محلقة عملالك كده يعني لأ يعني ببص في عينك ببص كده ففيه ايه كونتاكت ووقفة مالية نفسك ما تكلمش عمال على بطال مش دو 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 خلي كلام بالراحة أسمع أسمع الإنصاط مهم جداً فحركة الإيد حركة الجسم الفردة دي وانت قاعد وانت ماشي حاضر وطيب نتكلم في الحدود يبقى الكلام واضح ومحدد مش لوك لوك ده في الميتين اترفيو ده طبعاً وابقى عامل الواجب بتاعي يعني عارفة أنا راح أقدم له وظيفة شكلها ايه متطلباتها ايه هقول ايه مذكر المكان اللي أنا رايحاه عارفة بيشتغله في ايه عارفة لو أعرف الفيجن والمشي متاعت الشركة زي ما بنخش نعمل الواجب في حتة عامل الواجب بتخليك ايه المعلومة عندك وبدام المعلومة عندك يبقى فيه ثقف اللي انت هتقوليه وبعدين عندنا بقى مع الولاد الصغيرين بس ده مش المفروض مع الكبار بصراحة ما يصحش يعني المفروض تضربه على الحاجات دي من الزمان لما بنلاقيه ولد لسه بس مهزوز شوية عشان يتشقد فيه هو صغير مهزوز شوية عشان فيبقى دايما مهزوز ومخضوط كده لان بيبقى دايما فيه زعيق وشد بيبقى المفروض تعمل كده اللي هو دي البادي لانجوش كده توقف كده تمشي كده تبتسم للناس كده دايما فيه بتسام على وشك حتى لو مش قادة والاهم من ده كله ان انت بنعمله حاجة اسمها ايه فاكت اليوميكت فاكت يعني ايه تبمثلها اللي هو تظاهر بيها اللي هي افرت جسمك امشي اضحك اعرف كل المعلومات قبل ما تروح وبعدين دانيو والميكت لان ببقى انا عارفة ان من جوا فيه دي السيلف استيم بتاعه اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اعتداده بذاته موجود بس عايز ايه ذاقه فبنقوله فاكت اليوميكت لكن لما يبقى واحد كبير اقوله فاكت اليوميكت ويكسل حنقلب بقى بالغرور وحنقلب بقى بالأرجنس وحنقلب بقى بالشخط والنطر واقف البابي علي ومحدش يخشيلي غير بالإذن وايه اعرف انت اعرف انت الحركات المتعيبة ربنا يرحمنا يا رب طيب الاطفال طيب الاطفال بقى صغيرين من غير بقى ما اقوله فاكت اليوميكت وكده انا قريدي عايزة اتعامل معاه بشكل معين عشان لما يكبر يكون واثق من نفسه مش مغرور ولكن واثق من نفسه من خلال حاجات معينة اعلمها له يبقى فيها واثق من نفسه ولكن في نفس الوقت طيب يساعد الناس التانية كريم اولا ما نهروش ما زعقلوش يعني وما احطش منه لازم احسسه بقيمة نفسه لازم افكره هو كويس في ايه ولازم اخليه يقول لنفسه هو شاطر في ايه وايه مواطن القوى اللي عنده هو شاطر في ده هو بيحب يعمل ده طب يا حبيبي المدرسين بيشكروا فيك في ايه يبقى الناس شايفين دي فيك حتى لو مش شاطر مثلا لا كل واحد شاطر في حاجة بس ان احنا نعرف وما نقرنوش بحد يقلوه ما احنا بقى انا عايزة ابني يبقى زي ابن الجيران وزي ابن اختي وزي ابن اللي مش عارف ايه يعني ما قولوش مثلا ذاكر او خليك شاطر زي بزرق المقارنات بتبدايه وبعدين عايزة اقوله بقى حاجة مهمة جدا الموضلز اللي بتطلع قدامنا في التليفزيون والحاجات دي نهو دا مثال التلميذ الشاطر والكلام دا فقعد اقارن بحاجة انا مش شايفها دا بيبقى تمثيل وساعات ما بيبقاش حقيقة العملية مش كده فما نعودش نقول ايه دا الام الكويسة بتعمل كذا يبقى الام اللي لا في كل حاجة ليها ظروفها فاتفرج على ابني اشوف عنده ايه القوي وقوي ادي له شجاعة ابقى في ظهره مش هو يبقى عمل غلطة افهمه غلطته نتناقش نتحاور اقول له الابشنز عندك طيب انت هتتصرف ازاي قبل ما اقول له روح اعمل كده اقول له انت هتتصرف ازاي عشان يعرف يعني ايه problem solving يعني ايه decision making يعني ايه اخد قرار لان دا لو ما تعملش في السن الصغير هتلاقي بقى الحاجات اللي هو اللي انت بتقولي ربنا يحفظنا منها دي كتير يعني هتقول لنا بقى احنا ايه المجتمع كله هيتضر يا جماعة حرموا عليكم لا والله العظيم المجتمع زي الفل بس ايه يشول شوية التراب دول ويبقى زي الفل طيب احنا كده قلنا انه يعني في نهاية الفقرة انه الثقة بالنفس احنا ممكن ننميها طبعا ممكن ان احنا بشكل مستمر نقدر ان احنا نكتسب مهارات الثقة بالنفس لانه الثقة بالنفس شيء مهم جدا وما بيجيش غير بالتدريب والتنمية كل يوم اقول لنفسي انا النهاردة احب احسن من مبارح وبكرة ابقى احسن من نهاردة لازم اقول الكلام دا نفسي بشكل مستمر ايوة positive talk وبعدين يا بنتي حاجة كويسة يعني انت عارفة ايه احسن من نهاردة ان شاء الله تتعلمي كلمة جديدة ان شاء الله تتعلمي كلمة جديدة ادريسي المال اللي انت عملتيه وتقولي عليه انا برافو علي عملت كده ولا لأ طب دي حاجات مهمة قولناك كده بعض الحاجات اللي نعملها عشان تزود الثقة بالنفس نمرة واحد حيطة ال self development يعني ايه كل يوم تطوير الزات تطوير الزات يعني مش حابني الهارة تطوير الزات يعني هقرة في كتاب كلمة جديدة احفظ كلمة انجليزية جديدة احفظ كلمة فرانسوية اشوف اتفرج على الناس اللي بتعجبني اللي بتفرج عليهم دول اللي هم القاضة وكده اشوفوا بيمشي ازاي اشوفوا بتكلم ازاي اقلدوا يا ستي ام اي مادل كونفدنس اسمها مادل كونفدنس نقالد مين ولنا كده يعني مين اللي يستحق ان احنا نقلد بصي بصي عشان بس الواحد كله واحد ليه برضو زي ما بقول كله مولد صغير ليه مواطن القوة ومواطن ضعف مفيش بني آدم كامل من كله لكن انا مثلا عجبتني ماشية الستة دي انا عجبني طريقة كلام الراجل ده عجبني البادي لانجوج بتاعة خلود وهي قاعدة وهي قاعدة مثلا بتسمع فقاعدة بتسمع عاملة كده فده شكل الانتباه اتفرج بصي العلم الجديد بيقول ايه فيه تلات the new three hours التلاتة hours الجديدة بتاعة اللي هي بنقول عليها تنمية الزات لازم طول ما انا قاعدة اي ريكورد ابص على اللي حوالي واذاكر اللي حوالي فدايما يبقى عندي فوكابلري ويبقى عندي اللي هو ايه عم خط زي ده تصرف ده ادي كأنها كلمة جديدة ده تصرف ده كده اخدها كلمة جديدة ويبقى عندي قدر على استدعاء الحاجات دي وبعدين منها بقى اريك رييت طريقتي انا طريقة وقفتي طريقة كلامي وبعدين لازم اتعود اعود كويس امشي كويس امنع حتة والتشتيت اللي انت على طول قاعدك كل واحد قاعد الموبايل بتاعه وما يبصش غير في الموبايل بتاعه لا احوره اتكلم مع ابني اتناقش معاه لازم اتناقش ولو انا معرفش كامو وكاب اقول معرفش تعال انبص عليها مع بعض مش كل الابهات وكل الامهات كانوا بيطلعوا القوال على المدرسة على فكرة يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة